في ذات السياق استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدة لنيع لعون أيضا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولة وضف بيان الوزارة أن اللقاء تناول ملف ضبط وتنظيم استراد المدخلات والمواد الأولية وكد دراسة جدوى تخفيض الضرائب عليها خاصة تلك المستوردة من الأسواق الأسيوية بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات الوطنية هيتكشف الوزير عون عن اجتماع ثلاثي الأطراف سينعقد خلال الأيام القادمة والذي يضم ممثلين عن وزارته ووكالة أل جيكس ومتعاملين اقتصاديين لدراسة الملف وكيفية تحقيق استقرار السوق بالإضافة إلى الإسراء في إنشاء الوكالة الوطنية للعقاري الصناعي